قام السلطنة عمان مثلة بالهيئة العمانية للأعمال الخيرية بإدخال الدفع الأولى من المساعدات العمانية الأولى عبر معبر رفح إلى داخل قطع غزة وتأتي دفعة المساعدات الغذائية ضمن الجسر الجوي الأول للمساعدات العمانية والمكون من خمس طائرات محملة بالمؤنى الغذائية والمتنوعة وذلك بالتنسيق مع سفارة سلطنة عمان بالقاهرة والهلال الأحمر المصري والهلال الأحمر الفلسطيني تجدر الإشارة بأن هذه الدفع الأولى من المساعدات الإغاثية العمانية الإنسانية وتعتزم الهيئة تسير دفعات أخرى من المساعدات العمانية إلى قطع غزة